باكستان هي كلمة من شقين باك كلمة فارسية تعني الطهر وستان كلمة هندية تعني بلد فهي بلد الطهر أو رسميا جمهورية باكستان الإسلامية تقع باكستان في جنوب آسيا وهي خامس دولة في العالم من حيث السكان حيث يبلغ عددهم أكثر من 250 مليون نسمة كما تعد ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان المسلمين عاصمتها إسلام أباد وأشهر مدنها كاراتشي ولاهور مفيصل أباد تعد اللغة الأوردية هي اللغة الرسمية لباكستان كما يتعامل الباكستانيون بالربية كعملة رسمية للبلاد تشتهر باكستان بالعديد من المعالم السياحية يأتي في مقدمتها ودي كليش الذي يجذب الكثير من السياح نظر لطبيعته الساحرة من غابات وشلالات وأنهار كما يوجد بها بحيرة سيف الملوك والتي تقع بين قيمة من الجبال مغطى بالثلج وهي وجهة مميزة لمحبي التزلج مع سحر الطبيعة ومن أبرز معالمها المعمارية نصب باكستان التذكاري ومسجد الملك فيصل في إسلام أباد والذي يعد أحد أكبر أهم المساجد في قارة آسيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر